شركة ديب سيك قررت انها تنزل نموذج جديد والنموذج ده اسمه ديب سيك version 3-0224 والبعض بيسميه version 3.1 شكل عام ايا كان اسمه ولكن انا شايفة ان الموضوع اصبح يعني زحمة جدا جدا معرفش هل انتم متفقين معايا ولا لا وكل شركة بتطلع تقول ان النموذج ده بينافس وافضل واحنا عارفين طبعا ان دايما التجربة هي خير دليل يعني اتمنى تكونوا موافقيني في هذه النقطة وهذا النموذج مفتوح المصدر بحجم 700 جيجا بايت تحت ترخيص MIT والمستخدم هم اللي بيقولوا الكلام ده يعني يلاحظ ان النتيجة جيدة في الرياضيات والبرمجة والجزء المتعلق بالاستنتاج وده اللي احنا هنجربه النهارده مع بعض بشكل عملي ونشوف النقطة كمان المتعلقة بالبرمجة لان هو بيقولك هو كمان متفوق على قلود 3.7 في مهام البرمجة وبشكل عام احنا هنروح نجرب النهارده ديب سيك version 3.1 خلينا نقول عليه كده عشان يكون اسهل ونجربه سواء كنت عايز تجربه على الموقع الرسمي ديب سيك دوت كوم او على راوتر اي 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 اللي اتنين موجودين بشكل مجاني ونشوف مع بعض بشكل عملي النتائج اللي انا هحصل عليها من خلال ديب سيك برجن 3.1 او ديب سيك برجن 3.0.3.2.4 يلا بينا ورجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب ديب سيك برجن 3.0.3.2.4.3 على موقع openrouter.ai هجربه ايضا على ديب سيك المنصة الرئيسية ولكن حبيت ان انا بس الاول اجربه على openrouter.ai زي ما احنا شايفين هو مجاني الكنتاكس 131.072 وهو مجاني تماما هتروح تدوس على شات وحنتدي نجرب مع بعض اول سؤال ونشوف هذا النموذج هنا قلتلو create a budget tracker app by using html css و javascript to do the following track income and expenses ان هو يتتبع الدخل والexpenses والمصاريف monthly summarize and visual charts يديني كده visual charts يديني اللي صرفته مثلا خلال الشهر والtransaction history وتعالي نشوف هيديني الاجابة ازاي هدوس enter طبعا طبعا هنا انا متأكدة تماما انا بستخدم دي psych version 30324 بالنسبة للسرعة بتاعته السرعة بتاعته عادية يعني سرعته مش عالية ولا حاجة وهو يديني الكود ولكن انا ما يهمنيش السرعة في حاجة انا يهمني ان هو يديني الكود في الاخر مزبوط انتهى من كتابة الكود حيخد الكود ده copy واروح للHTML Online Viewer علشان اجربه طبعا الميزة على الموقع وده اللي هيخليني انقل للموقع الرئيسي دلوقتي ان هو بيعمل run للHTML كود بشكل مباشر ما بحتاجش ان انا اروح لHTML Online Viewer علشان اجرب واشوف الكود عامل ازاي هنا الbudget tracker نفترض ان ال current balance 3000 طبعا هو هنا حطت العملة بالدولار طبعا تقدر تتحكم انت في الرقم ده يعني ده طبعا رقم مجازي وهنا total income 3000 لسا انفيش اي expenses حضرك لو رحت هنا مثلا say والاماونت على سبيل المثال كان يوم خمسة وعشرين تلاتة انت صرفت مية مسلا وهنا ويوم خمسة وعشرين وهنا حتقول ان هو عبارة عن فود وتحط الحركة اللي انت عملتها اللي هي شراء مسلا طعام هنا على طول في ميت دولار راحوا في وبالتالي ال current balance بتاعك حيبتدي ان هو يقل هنا وتحت هنا المفروض ده income انا اسفة يعني مفروض انك تغير الموضوع ده يخلي income وهنا حيبتدي وحيبان عندك هنا ايضا في ال expense انت صارف ايه اللي هي لونها احمر وال income الاخضر نفترض ان انت جايلك يعني فلوس زيادة investment مثلا فهنا حقول invest والاماونت جايلك ميتين دولار وطاوب income وكان الكلام ده مثلا بتاريخ 26 الكاتيجوري investment الكاتيجوري investment التوتال انكم بتاعك تلات تلاف ومتين لان انت كانت تلات تلاف الاول السالري مثلا ومتين اللي هم اجيوه لك بعد كده من ال investment اللي انت عملته وهنا التوتال expense أبارة عن ميت دولار وهكذا يبقى تقدر هنا تستخدمه كأبليكيشن حقيقي فعلي بيبين لك البودجت بتاعتك إزاي هو بيعمل لها تراك ومن ناحية الإكسبنسز ومن ناحية الإنكم ده بالنسبة لي أول تجربة كانت تجربة جيدة جداً زي ما إحنا شايفين أنا حبتدي أروح على الموقع الرئيسي علشان هو بيعمل رن الـ HTML ونشوف اتنقلت الموقع ديبسيك.com أهم حاجة أنت متفعلش الديبثينك أروان النقط المهمة define saving targets will progress tracking وكمان يدي notifications and reminders وحبتدي أدوس enter هنا حقدر أعمل رن للكود بتاعي أنا شايفة السرعة بتاعته على الموقع الرسمي أفضل من open router.i هنا حبتدي أن أنا أعمل run HTML code تنفيذ قدامي saving goal tracker هنا الممكن يكون مثلاً new car هنا target amount اللي أنت عايز أن أنت تتحوشهم وليكن مثلاً الفين طبعاً هنا بيتعامل بالدولار current amount مثلاً عبارة عن خمسمية target date مثلاً شهر اتنين أو خمسة اتنين الفين ستة وعشرين هنا reminder فكرني كل month مثلاً select time يفكرك afternoon 1 pm وهنا add goal زي ما إحنا شايفين تنفيذه للكود حلو جداً وأنا مختارة حاجات financial بس يعني أنا شايفة إن هو جيد جداً فيها قلت أجرب وغير شوية في ال applications اللي إحنا بنجربها سؤال تاني ممكن نستخدمه حدوس new chat عايزة أجربه في الكتابة السؤال الخاص بكتابة الأسايمنت عشان أشوف هل حينفذ ال instructions ولا لأ أحد المتابعين قال لي إن هو كويس جداً مع كتابة النصوص فأنا حبيت إن أنا أجرب برضو بشكل عملي معاكم ده ال introduction ده ال main body دي دي الحاجات اللي أنا طلباها اللي challenges حابة بس أاخد الجزء ده كده عشان أسأله وأقوله how many words in this text عايزة أعرف عدد الكلمات اللي موجودة في التكست ده هو بس أخلص الأول هو أخلص وأعطاني references هابتدي أدوس enter عدد الكلمات مية تمانية وسبعين كلمة تلاتة وتسعين في أول باراجراف وتاني واحد خمسة وتمانين وهنا بيقول لي أنت طلبة من ميتين وخمسين لتلتمية أنا ممكن أعملك expand طب أعملك expand ممكن أقوله expand the introduction حيبتدي أعملي expand للintroduction عشان يوصله لي لمبين 250 لتلتمية كلمة هتلاقيه أكيد زي ما أنت شايفين هنا الword count 300 زي ما احنا شايفين الانهانسمنت اللي عمله علشان يعمل expand عطاني عمل إيه إن أنا أسأله سؤال تاني سؤال الانترنت من الأسئلة اللي بحب جدا أسألها لي نمازج الذكاء الاصطناعي عشان أشوف إيجابتهم شايف إيجابة لوجي جدا اعتماد على شبكة الهاتف والاتصالات اللاسلكية اللان والوان اتصالات عبر الأقمر الصناعية واللاسلكية أنظمة البريد الإلكتروني والشبكات المغلقة هتبقى أكثر انتشاراً الاعتماد على الوسائل المادية الأقراص والأشريطة بدائل الويب التأثير على الاقتصاد والمجتمع وفي الآخر هتديني الخلاصة وإجابته كويسة جداً شوف حاجة أخرى هتدي له التسك في تفاصيل معقدة وكتيرة خاص بـ سؤال التقليدي بتاع منصة انفو تك فور يو هبتدي أدوس أنتر طلبة الهومبيج بشكل معين والديزاين بتاعها وهنا هو هيشتغل على طول على الكود من الانتهاء من كتابة الكود بعد ما خد وقت طويل جداً جداً يعني كأنه بينفذ التفاصيل بحزافرها بالضبط تعالي نعمل رون ونشوف شكل الويبسايد عامل ازاي حطيلي بقى هو الصور كمان زي ما احنا شايفين تفذلي كل حاجة بالضبط أنا طلباها يعني أنا كل اللي علي أن أنا حعمل ايدت على الحاجات الموجودة فقط هغير أرقام هعمل ايدت لأنه هو مفروض منصة كورسات وأنا كتباله ايه الكورسات اللي أنا عايزيها هو حطيلي طبعاً صور بناء على الكورسات اللي أنا حطها له طبعاً انت هتغير بقى في الأسماء وحتغير في الأسعار اللي انت حطيتها أو التسعير الخاص بالكورسات وبصوا المنظر الخاص بالويبسايد عامل ازاي زي اي ويبسايد احترافي هنا جيت started today هيرجعك له وهو طبعاً وانبيج ويبسايد هيبقى فيه لينكس أو روابط موجودة How it works Browse Courses تبتيت تعمل Browse للكورس تدوس على البروغرامنج يديك الكورس بتاعت البروغرامنج Data Science Cyber Security Cloud Computing التنفيذ بصراحة فاجئني لان مفيش ولا نموذج من قبل عطاني هذه النتيجة خد وقت طويل جداً في كتابة الكود وكل شوية كنت بقوله continue عشان يكمل إلا ان هو نفذ لي الانستركشنز اللي انا عطيته له بحرفية كبيرة جداً يبدو ان version 3-03-24 هيكون فعلاً نموذج استثنائي ومختلف بصراحة هو عجبني ونتيجه جيدة وما كنتش متوقعة بصراحة النتيجة اللي هاخدها من هذا النموذج ومن الواضح ان انا لما جيت بص على الشارت هنا وحسيت ان هو البنش مارك بتاعه متفوق في حاجات كثيرة جداً خصوصاً بالنسبة ل Cloud Sonnet 3.7 الجزء متعلق ب Live Code Bench وان هو محتل زي ما احنا شايفين Deep Six version 3-03-24 يعني محتل مرتبة الاولى 49.2 من 10 اكتر من Cloud Sonnet واكتر من GPT 4.5 يعني انا بصراحة ما كنتش مصدقة النقطة زي ما مش الدرجة دي موصلناش لهذه المرتبة وهذا الليبل ولكن النتيجة كانت جيدة جداً زي ما انتم شفتم اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو طويل شوية ولكن اتمنى انتو تشاركوني رأيكم في التعليقات زي ما عودتوني دايماً اسفل الفيديو زي بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب القناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته